الفنان نوري الشريف واحد من اهم الفنانين في تاريخ السينما المصري عموما قدم على مدار حياته حوالي 170 فيلم سينمائي اخترنا منهم النهاردة 7 افلام عرفت طريقها الى قائمة افضل 100 فيلم مصري علشان نقدر منها نعرف ازاي كان مشواره الفني ازاي تطورت النجومية في حياته لغاية ما بقى نجم فوق العادة خليكم معنا في الواقع يا بابا العلوم لها تأدير كبير في الامم الراقية النوابخ في اوروبا بيعملو لهم تمثيل اللهم اطولك يا روح من احنا وما الاوروبا فيه في بلدنا تنسال اتعامل لمدرس اتعامل وصيفة ولا عايز تنسال يا ابني انت عايز تطلعتني على السلالم انا بالعكس انا عايز اتلحها في قصانصير كهربا تتقطع نوصلها السلالم امان قف طريق النجومية عموما نادرا ما بيبقى مفروش بالورود بالعكس ده بيحتاج صبر وكفاح مش بيقدر عليه اي حد يحتاج موهبة مش موجودة عند ناس كتير يمكن كمان بيحتاج لحظ يبقى بمثابة التوفيق من عند ربنا ممكن تبقى موهوب وعندك عزيمة لكن مفيش حظ بتلاقي حياتك بتختلف ودي كانت شرارة البداية عند محمد جابر محمد عبدالله واللي اشتهر بعد كده باسم نور الشريف اتخرج من المعهد عام 67 وكان الاول على دفعته بتقدير امتياز بدأ حياته بادوار بسيطة في المسرح قبل ما يتخرج اتعرف بالفنان عاد الامام واللي قدمه للمخرج حسن الامام اللي اعجب باداؤه جدا علشان يبقى هو ده توفيق ربنا اللي بنقول عليه قدم دور كمال في فيلم اصر الشوق عام 66 امام فطاحل يحيى شهين عبد المنعم ابراهيم نادية لطفي وغيرهم فرصة بينتظرها ويحلم بيها ناس كتير ظهر نور وسط الناس دي كلها وكان له بصمة مميزة علشان يبقى بعد كده وجه مميز في نجوم الصف الاول بسينما السبعينات والتمانينات واللي اختارت منها لجنة من نخبة صناعة السينما والنقاض الافلام دي علشان تبقى ايمة افضل ميت فيلم مصري على هامش مهرجان القاهرة السينمائي عام 96 هنسيب لكم رابط الايمة بالتفصيل فوق في الدايرة البيضة او تحت في الدسكريبشن علشان تقرؤوا او تشوفوا براحتكم موسيقى موسيقى في عام 1982 قدم لنا الفنان نور الشريف واحد من اجمل الافلام اللي تقدمت في السينما المصري عموما فيلم سواء الوتوبيس المخرج عاطف الطيب واللي بيدور في قالب اجتماعي ميلودرامي ولكن بعد نص ساعة من المشاهدة تقريبا تحس ان المؤلف بيقدم لك اكتر من خناقة بين جماعة اخوات على مراس والدهم اللي كان بيموت وكانه بيسأل ايه اللي جرى للشخصية المصرية احنا ليه بقينا كده ليه كله مش بيفكر الا في نفسه مش شايف الا مصلحته ليه معادش للروابط الاسرية الا قيمتها الاسمية وبس ليه معادش حد قابل انه يتنازل عن جزء من حقه علشان خاطر اخوه هل الحياة مسؤولة عن كده هل بعد المسافات هل اختلاف الاخلاق ولا كل ده مع بعضه كده تساؤلات كتير بيحطك الفيلم ده قدامها ويخليك تسرح بخيالك وانت بتتفرج وتفتكر مواقف مماثلة حصلت لك انت شخصيا الفيلم يعتبر قصة اصلية للسينما كتابها محمد خان وبشير الديك ظهرت وسط عديد من افلام المأولاد اللي زهقت المشاهد من متابعة الافلام العربي عموما بيحكي السيناريست بشير الديك انه عرض شخصية حسن الابن الكبير للمعلم سلطان في البداية على الفنان عاد الامام واللي رفض انه يلعبها وعلق عليها وقال ان الشخصية سربية جدا مش بتغير في الاحداث ومش عكباه عرضها بعد كده على نور الشريف اللي تحمس ليها وبقت الشخصية الاقرب لقلبه حسب تعبيره حسن ابن المعلم سلطان اللي بيمتلك ورشة نجارة تعرضت لمشاكل مالية ورغم انه عاش بعيد عن والده زي ما بنفهم من الاحداث لكن في وقت ما بيتحمل مسئولية الازمة اللي وقعت فيها الورشة الى جانب مسئولية بيته والمشاكل اللي بيواجهها مع امراضه اداء نور الشريف كان فوق الرائع وقف قصاد نجوم كبار مخضرمين استحق على الضردة جواز عديدة من مهرجان يوديل السينمائي مهرجان جامعية الفيلم في مصر يعتبر الفيلم الاخير للفنان عماد حمدي واللي بتحكي كواليس الفيلم انه كان بينسى كلمات الحوار احيانا اثناء التصوير فلما تعرض للوم من مساعد المخرج انفعل نور الشريف جدا رد عليه بما يحفظ مكانة نجم كبير زي عماد حمدي فكانت لفتة جميلة جدا من النور تورينا قد ايه هو كان بيحترم ويقدر النجوم الكبار الفيلم بيحتل المركز الثامن في قيمة افضل ميت فيلم مصري الى جانب عديد من الجواز اللي حصدها مخرج وعاطف الطيب من مهرجان نيوديلي مهرجان قرطاج مهرجان دمشق وجامعية الفيلم في مصر البلد يستا بس هنفوت عالجامعة الاول زي بقى اتفضلي ضيفني بقى نتكلم في الموضوع ده بعدين سعاد هي اللي عملت لكم الاكل ده با ايديها تسلم ايديها يا مرسي تسلم يا ابس وعملت كل واحد منكم فرخة بمستلدمتها عشان محدش يخطف من التاني واللي هي حفظ وفي نهاية عام واحد وسبعين وامام نجوم كبار وقف النجم الشاب بنور الشريف يؤدي دوره في فيلم زوجتي والكلب للمخرج سعيد مرزوق واللي قدم قصة الفيلم على انها من تأليفه بعد فترة دخل في نزاع قضائي مع الروائي محمود البدوي واللي اتهمه بسرقة رواية له بعنوان رجل على الطريق واللي التشابه بين الرواية واحداث الفيلم حكمت له المحكمة بألف جنيه تعويض عام خمسة وسبعين لكن ايان كان الفيلم ده يعتبر حالة خاصة جدا من افلام السينما المصري عموما قدم فيه مخرجه رؤية جديدة تماما في الاخراج السينمائي بشكل عام القصة تعتبر معالجة جديدة لتيمة الشك او رواية عطيل المعروفة يعتبر اول فيلم رواقي طويل للمخرج واللي قدمه من خلال عديد من المشاهد المتتابعة اللي استخدم فيها اكتر من عشرين لقطة فلاشباك وده طبعا مش معهود مفيش مخرج مصري في الوقت ده كان بيعمل كده بتدور الاحداث فيه عالم واقعي حقيقي وعالم تاني افتراضي بتدور احداثه في دماغ بطل الفيلم الرئيس مرسي بيخلط ما بينها المخرج بشكل جميل بيشد المشاهد للمتابعة للنهاية في كتير من المشاهد استخدم المخرج التعبير بالصورة بشكل فني جميل يحتاج لكثير من التزوق من المشاهد وده برضو شيء مش معهود من مخرجين الوقت ده بدا فيه المخرج سعيد مرزوق زي ما يكون فنان تشكيلي بيرسم لوحة فنية بس بالكاميرا مش بالزيت او الجواش او وده اللي بيخلينا نقول على الفيلم ده ان هو حالة خاصة لوحده في تاريخ السينما المصرية اما عنده نور الشريف فكانت شخصيته تعتبر شخصية مركبة في العالم الواقعي ظهر بشخصية نور الشاب المراهق اللي كان زي كتير من شبابنا بيعاني من الهوس الجنسي ربطت الكاميرا في كتير من المشاهد ما بينه وما بين الكلب اللي كان عايش معاهم اظهرت الروابط دي من وجهة نظر المخرج في العالم الافتراضي اللي في دماغ الرئيس مرسي ما تختلفش كتير شخصية نور اللي ظهرت عن شخصيته الاصلية في حين انه في العالم الواقعي كان قد المسئولية اللي تحملها امام رئيسه في نفس الوقت كان عليه انه يصبت برقته من تهمة مرتكبهاش لعب نور الشريف الشخصية دي بكل ابعادها بمنتهى البراعة قدم لنا كمان كتير من المشاهد التعبيرية قليلة الحوار لكن بتنم عن تمكن كبير من الشخصية ودي عادة نور الشريف في كل الشخصيات اللي قدمها عموما الفيلم على فكرة تصنيفه للكبار فقط بيحتل المركز التلاتة وتلاتين من قايمة افضل ميت فيلم مصري ويعتبر نموذج رائع لطلبة معد السينما لدراسة الاخراج تكوين الصورة والتعبير التصويري بشكل عام تفتكر لو الواحد عنده دول كلهم كان حصل ايه؟ كانوا علقوك زي دول بالظبط وعن رواية لنجيب محفوظ قدم نور الشريف دور الحرامي زعتر النوري في فيلم اهل القمة للمخرج علي بدرخان عام واحد وتمانين في الفيلم ده بيقدم رؤية نجيب محفوظ لنتائج الانفتاح الاقتصادي اللي بدأ في مصر عام سبعة وسبعين نجيب محفوظ بيجيب من الاخر ويقول ان اغلب رجال الاعمال اللي عملوا صروات من الانفتاح كانوا حرمية من خلال قصة زعتر النوري النشال اللي بيتعرف على احد رجال الاعمال بيبان قصاد الناس انه رجل محترم في حين انه كان وصولي وانتهازي لأقصى درجة بيتعلم منه زعتر كتير من اصول البزنس لغاية ما يجيب زميله الادام اللي كانوا معاه فكار النشل ويكون بيهم شركة تصدير واستراض كبيرة بيكون لها شأن كبير وبيقدر زعتر وقتها انه يتجوز اخت زابط المباحث اللي في يوم من الايام قوض عليه ودخله السجن الجوازة دي بتتم بدون موافقته في اسقاط سياسي من الدرجة الاولى كان اداء نور الشريف لشخصية النشال رائع من خلال مظهره واداءه الحركي اختياره الالفاظه في الحوار ظهر اكتر لما تغيرت شخصيته وبقى رجل اعمال اللي اختلف وبقى شكله اشبه بالشخصية المركبة الفيلم كان من الافلام اللي اتمنعت من العرض بامر من وزير الداخلية وقتها اللي هو النبو اسماعين لتعرضه لسياسة الانفتاح اتشكلت لجنة خاصة لمشاهدة الفيلم بحضور الرئيس السادات شخصيا واللي امر ساعتها بعرض الفيلم بعد ما اتحجز قرابة السنة تقريبا فكان بداية لسلسلة كبيرة من الافلام اللي انتقدت سياسة الانفتاح الفيلم بيحتل المركز السبعة وثلاثين من ايمة افضل ميت فيلم مصري حصل على جوائز عديدة منها جايزة وزارة الثقافة احسن فيلم عام 82 جايزة جمعية نقاط السينما وكمان جايزة خاصة من جمعية الفيلم ما زال بيتعرض الى الان في كتير من المحافل السينمائية والثقافية كان اخرهم افتتاح متحف نجيب محفوظ في اغسطس عام 2019 عن اذنكم بقى من هنا عالدحان دهري اول مرة بحياتي اكل لحمة بفلوس حالات سلام ايه بقولك ايه السنال يباره عندهم العينيه يوم ده عرفين عن التنظيم التنظيم انا معرفش اي حاجة عن التنظيم ده بطل لف ودورار وكلم عيدل ادخليش ازعل منك يا فندم انا انا مش احنا بندردش مع بعض وكله تزديد خنات وعن قصة لنجيب محفوظ في واحد من اجراء الافلام السياسية المصرية بيقدم نور الشريف دوره الجميل في فيلم الكارنك للمخرج علي بدرخان واللي اعتبر تاني فيلم ليه معانا النهاردة الفيلم بيحكي عن الممارسات القمعية اللي كانت بتمارسها الاجهزة الامنية ضد الناشطين السياسيين من طلبة الجامعة فترة الستينات من خلال قصة تلاتة طلبة اصدقاء كانوا رواد لقهوة اسمها الكارنك بترصد المباحث تحركاتهم وبتعتقلهم متعرضهم للتعذيب لانتزاع اعترافات وهمية منهم الفيلم دخل في معارك كبيرة مع اجهزة الدولة المختلفة اشهرها وزارة الثقافة واللي كانت بتمثل الرقابة على المصنفات الفنية وزير الثقافة وقتها الكاتب الكبير يوسف السباعي رفض شخصية حلمي الشاب اليساري اللي اداها محمد صبحي في الفيلم طالب صناع العمل انهم يظهروا ان القيادة السياسية كانت بعيدة عن كل اللي بيحصل في المعتقلات وغير مسؤول عنه وانه ده كان بامر من الاجهزة الامنية الفزدة وبس وانه كل ده انتهى بقرارات عام 71 واللي كانت ايذان ببدء عصر الحريات زي ما اتقال وقتها ده طبعا بخلاف رواية نجيب محفوظ واللي كانت بتنتهي بنكسة يونيو عام 67 كانتيجة لكل اللي حصل قدم لنا نور الشريف دوره في الفيلم ده وهو بيتلقى خبر وفاة والدته بيستأزم من المخرج لمدة يوم واحد بس يروح يحضر الدفنة والعزة ولانهم كانوا واخدين تصريح بالتصوير داخل مبنى مجلس الشعب في توقيت معين ما ينفعش انه هو يتأجل بيعاود نور التصوير في اليوم التاني وبيقدم المشهد اللي بيشتري فيه الدبل مع سعاد حسني طبعا مطلوب منه انه هو يكون فيه منتهى السعادة غير طبعا اللي جواه وبتحكي لنا كمان كواليس الفيلم انه الشخصية اللي قدها نور الشريف في الفيلم ده اللي كان في الاصل مرشح لها الفنان احمد زكي اعترض ساعتها المنتج رمزيس نجيب واللي كان مسؤول عن توزيع الفيلم فتم استبداله بنور الشريف كمان كان الفنان جميل راتب مرشح لشخصية الزابط خالد صفوان ولكن لهجته العربية اللي بدت غريبة في الوقت ده خلت صناع الفيلم يتاجه الكمال الشناوي بعدها طبعا جميل راتب تمكن من اللغة العربية اكتر وقدم لنا ادواره الجميلة الفيلم بيحتل المركز التسعة وتلاتين في قيمة افضل ميت فيلم واصري ما زال عرضه قليل في كتير من قنوات الافلام دليل على اثره الكبير في المشاهد بيحتل كمان مكانة خاصة جدا في عالم الشخصيات اللي جسدها نور في ادب نجيب محفوظ وفي واحد من اجمل افلام المخرج علي عبدالخالق بيقدم نور الشريف دوره الشهير في فيلم العار انتاج عام 82 كمال ابن الحج عبدالتواب صاحب محلات العطارة رجل البر والاحسان اللي عاش والناس كلها بتحلف بحياته لما بيموت بينكشف سره اصاد اهل بيته اللي رباهم تربية صالحة بقى كل واحد فيهم له مركز كبير في حياته بتكون مفاجئتهم كبيرة ان والدهم كون صروته من تجارة المخدرات بتكون مسئولية كمال اصاد اخواته ان هو ينهي اخر صفقة مات والده قبل ما ينفذها بيصطدم بعاصفة من الرفض من اخواته اللي بيرفضه سياسة الامر الواقع ولكن كمان بيرفضه التخلي عن وضعهم الاجتماعي وبيكون ده مدخل اخوهم الكبير علشان يواصل الضغط عليهم للنهاية واللي نفسه في العسل لازم يصبر على قرص الناحي واللي ما نفسوش انا بقى ما نفسيش يصبر على عرض الفقر لا لا احنا في عرضك الارس ارحم العد احنا مش حملة انياب الفقر صدقني يا دكتور الفيلم يعتبر واحد من اجمل الشخصيات اللي قدمها نور الشريف على الاطلاق بيحكي في احد الورش الفنية اللي عملها ازاي ابتدى يشتغل على الشخصية من خلال مقابلته مع احد التجار الشعبيين اللي كان لابس بدلة جديد زي ما بيقول نور تقريبا الشخصية كانت قريبة من الشخصية اللي بيقديها نور في الفيلم ابتدى نور عن طريق الملاحظة والتطوير ياخد منها ملامح والازمات لشخصيته الجديدة بالاتفاق مع المخرج علي عبدالخالق فكانت اضافة جميلة للشخصية اللي كتابها محمود ابو زيد عكست مدى العمق في شخصية كمال عبدالتواب واللي كانت اوضح بكتير من شخصية اخواته اللي كانوا بيعانوا من ازدواجية جديدة لمست كتير من نفسية المشاهد وخلت متابعة الاحداث للنهاية شيقة وبتحكي لنا كواليس الفيلم ده ان الفنان يحي الفخراني كان مرشح لدور عادل طبيب الامراض النفسية ولكنه اعتذر فراحت لمحمود عبدالعزيز وبعد عرض الفيلم ندم يحي الفخراني على كده ندم شديد عوضوا في فيلم الكيف اللي كان بعد كده الفيلم بيحتال المركز ستة وخمسين من قيمة افضل ميت فيلم مصري حصل مخرجه علي عبدالخالق على جائزة الاخراج من مهرجان مانيلا السينمائي عام 82 غير الجوائز اللي حصدها من جامعية الفيلم احسن فيلم احسن سيناريو احسن اخراج غير جائزة خاصة من مهرجان القهار السينمائي في دورته السادسة عام 82 لما تعرض على هامش المسابقة الرسمية بكرة ساعة عشرة الصبح هستنجوا في الدكان عشان نخطط حركتنا جيتوا اهلا وسهلا ما جيتوش الساعة عشرة وخمسة هابتدى خطط واتحرك لوحدي وعن قصة لمجيد طبيعية بيحكي لنا فيلم ابناء الصمت للمخرج محمد راضي كتير من بطولات حرب الاستنزاف بتحكي القصة عن الجانب الانساني في حياة الجنود اللي بتختلف دخلياتهم من واحد للتاني لكن طبعا هدفهم واحد الفيلم ده من الافلام القليلة لنور الشريف اللي مش بتحس بشخصيته قوي عن باقي الشخصيات اللي في الفيلم بعكس كتير من الافلام التانية اللي بتبقى شخصيته متفردة يمكن ده لكتر الشخصيات اللي فيه يمكن كمان من الاحداث الموجعة اللي بتورها لنا مشاهد الفيلم العديدة بنشوف كمان قصة حب في وسط المعارك بيحاول المؤلف بيها انه يخفف من جرعة القلم شوية لكن فعلا احداث الفيلم المأساوية لحد كبير تم تصوير كتير من المشاهد في حماية وحدات الجيش الثالث في السويس عام اربعة وسبعين بعد انتهاء احداث الحرب المشتعلة وقتها استعان المخرج باثناشر مصور فيه اكتر من زاوية علشان يكون على راحته في المونتاج صور اغلب مشاهد المعارك مشاهد تمثيلية استعان ببعض اللقطات الارشفية في حدود ديقة ويمكن ده اللي ميز الفيلم ده عن باقي الافلام اللي اتعاملت عن المعركة اتكلف الانتاج حوالي خمسين الف جنيه وده مبلغ كبير جدا النقطة بالنسبة لميزانية الافلام تم عرض الفيلم في الزكرة الاولى للعبور عام اربعة وسبعين في سينما رامسيس حقق نجاح كبير الفيلم بيحتل المركز الاربعة وسبعين في قايمة افضل ميت فيلم مصري حصل على عديد من الجواز اهمها جايزة المركز الكاسوليكي للسينما عام خمسة وسبعين كمان مازال بيعرض للنهارده في كتير من المحافل الثقافية والندوات اللي بتتم على هامش ذكرى العبور كل سنة غير عرضه طبعا في كتير من قنوات الافلام هتسمع انوان الموضوع ده ايه عملية الامر اهي عملية الامر النجحة دي انا شخصيا باعتبرها مش اكتر من تدريب عملي بالدم على اقتحام احدادوشا مخطبا لي سوق وفي حدوتة مصرية عام 82 بيواصل المخرج يوسف شعين رواية السيرة الزاتية بتاعته بيحكي للمشاهد خلاص التجربة وخبرته في الحياة بيقدن نفسه للناس باسم يحيا شكري مراد بيحكي لما اتعرض المخرج لازمة قلبية وهو بيصور فيلم العصفور عام 70 واستدعت لتدخل جراحي في الفيلم ده بيتخيل شهين محاكمة بالتم لشخصه ولكن داخل مصدر الالم افصه الصدري ودي وان كانت غريبة شوية على المشاهد لكن بيستوعبها بعد شوية من المشاهدة بيقف فيها يحيا بشخصيته وهو طفل وشخصيته لما كبر وبقى مخرج يدافع عن نفسه قصاد كل التهم اللي توجهت له من غيره واهمها اهماله في صحته على حساب شغله وفنه اذا سمحت هيئة المحكمة فاني اوده ان استدعي السيدة الكريمة والدة المجن عليه يحيا شكري مراد في الفيلم ده بيواجه نور الشريف نفسه اتهامات بتقليد المخرج يوسف شهين ونفس الشيء عن دوره في فيلم المصير عام 97 لكن قبل كده كان الفنان محمود حميدة رد على الموضوع ده وقال ان طريقة تلقين شهين نفسها للشخصية اسناء تصوير هي اللي بتخلي اغلب ابطاله ياخده كتير من شخصيته اتكلمنا على الموضوع ده تحديدا قبل كده هتلاقي رابط الحلقة فوق في الدارة البيضة نفس الشيء اللي قلناه على فيلم ابناء الصمت شخصية نور هنا بتختفي ضمنيا جوه شخصية يوسف شهين انت على الشاشة شايف قدامك نور الشريف لكن في الواقع انت شايف يوسف شهين وسامع صوته كمان الفيلم يحتوي على مشاهد لايف من حفلة موكلسون تعتبر هي الوحيدة اللي كانت بالالوان في عمر سيدة الغناء العربي كانت في البداية مرشحة لدور البطولة سعاد حسني واللي اعتذرت وحلت محلها يسرى كمان يعتبر الحلقة التانية في رباعية السيرة الزاتية ليوسف شهين بيحتل المركز ال84 من ايمة افضل ميت فيلم مصري حصل على عديد من الجواز الفنية مؤخرا خضعت نسخة الفيلم مع غيرها من افلام يوسف شهين لعملية ترميم للحصول على نسخ عالية الجودة تمت بالمشاركة مع السينماتيك الفرنسي ما زال بيتعرض في كتير من المحافل الثقافية اللي بتقام في ذكرى يوسف شهين كل سنة اخرها كان في سينما زاوية في اكتوبر عام 2018 هذه اللازمة البسيطة اللي عملتها في فيلم العار خلتني خدت كل الجواز سنتها في مصري شوفوا قد ايه حاجة بسيطة قد الطعم للدور كله ودت لها تاريخ قديم وبخلاف ايمة افضل ميت فيلم مصري قدم لنا نور الشريف عديد من الادوار الهامة زي مثلا على سبيل المثال للحصر كتيبة اعدام قلب الليل ليلة ساخنة توحيدة دنيا الله الصعليك البحث عن سيد مرزو زمن حاتم زهران الصرخة دماء على الاسفلت ناجي العلي المصير اختفاء جعفر المصري دم الغزال وغيرها من الادوار اللي امتعنا بيها نور الشريف على مدار تاريخ حياته الممتد لاكتر من خمسين سنة فن وعطاء كان خلالها دايما واحد من الفنانين القلائل اللي بيحققوا المعادلة الصعبة بين الفنان الناجح المثقف اللي بيحترم فنه وجمهوره اللي ما شافش افلام نور الشريف اللي اتكلمنا عنها النهاردة يريت لو يتفرج عليها اغلب افلامه احنا من بعضه دا وان دا اللي يدل على احترافيته في انتقاء ادواره بعناية كمان لو حد لاحز النهاردة ان احنا تكلمنا عن ثلاث افلام لنور انتاج عام اتنين وتمانين والتلاتة دخلوا ضمن الايمة يعني بالنسبة له ابدا ما كان انتاج عدد من الافلام بيطغى على غيرها في الجودة دا برضو نادرا ما تلاقيه من كتير من الفنانين بواجه عام مش هنقدر نسأل النهاردة ايه افضل افلام نور الشريف من وجهة نظرك لانه احتمالي بقى سؤال محير لكن هنسأل ايه تاني من افلام نور الشريف من وجهة نظرك كان مفروض يبقى ضمن ايمة افضل مئة فيلم قولونا على اراءكم في التعليقات اسفل فيديو او في حسابتنا على مواقع التواصل الاجتماعي اللينكات هتلاقوها تحت في او في شاشة النهاية واللي عايز يرى اكتر عن نور الشريف هيلاقي على مدونة غاوي سينما اللينك هتلاقوه فيه في الدايرة البيضة او تحت في او في شاشة النهاية لايك الفيديو لو عجبك وشيل لو عجبك او يمكن يعجب حد من اصحابك لو بتشوفنا الاول مرة ياريت لو تعم لقناة وتفعل خاصية تنبيهات من الجرس علشان يوصلك كل شغلنا ولو عايز تشوف فيديوهات تانية للقناة استنى الشاشة اللي جاية نشوفكو دايما على خير وظيفنا ومراكزنا مش هي الشيء الوحيد اللي بيستحق التقديس والاحترام يا استاذ مش هي الشيء الوحيد اللي نخاف عليه ونرفض ندنسه بسقطنا مش هي الشيء الوحيد اللي لو تخلينا عنه حلبقى فيه حل من عذاب الضمير ده لسه بيتكلم بالنحو يا ناس الحامولي وخلصوني بقى